تواصل حكومة الاحتلال دراسة موازنة العام 2025 المثقلة بالأعباء الدفاعية استمراراً لزيادة المخصصات خلال 11 شهراً متتالية وتضير بيانات لمنصة ساتيستا الإحصائية الأوروبية أن مخصصات الإنفاق العسكري الإسرائيلي تبلغ للعام الحالي 31 مليار دولار أو 118 مليار شيكل تمثل المخصصات العسكرية في ميزانية الدفاع الإسرائيلي الحالية زيادة حادة تفوق 87% مقارنة بالميزانية السابقة حيث خصصت الموازنة نحو 17 مليار دولار وفقاً لبيانات ساتيستا لكن الإنفاق الدفاعي الفعلي للاحتلال الإسرائيلي كان أعلى بنحو 32% من المخصصات السنوية المخططة لها في الميزانية وبعد بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر من العام الماضي ارتفع الإنفاق العسكري في ذلك العام إلى ما نسبته 5.3% من الناتج المحلي الإجمالية وفي المجموعة زاد الإنفاق العسكري الإسرائيلي بنسبة 44% منذ عام 2014 حتى عام 2023 وتنقل منصة تريدين إيكونوميكس عن معهد ستوكهولم للسلام أن الإنفاق العسكري الإسرائيلي ارتفع ليبلغ الضروة خلال العام الماضي نتيجة الحرب على غزة ولكنه مرشع لزيادة أخرى خلال العام الحالي وتظهر البيانات أن متوسط الإنفاق العسكري في إسرائيل بلغ 7 مليارات و 200 مليون دولار ما بين 1950 وحتى العام الماضي وبينما تتواصل دراسة موازنة الاحتلال المقبلة فلا يتوقع أن تنحصر المخصصات الدفاعية بنسبة كبيرة